لا تزال النيران تتصاعد من خزانات النفط الخام الواقعة في ميناء شركة مصاف عدن الحكومية بعد يومين من قصف الحثينة وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح هذه المنشأة الاقتصادية الهامة بعدة قذائف بعضها استهدفت صهريجا واخرى طالت انابيب ضخ النفط قبل ان تشتعل النيران فيها حريق عجز فريق الدفاع المدني في الساعات الاولى من نشوبه السيطرة عليه لكن تلك النيران استمرت في زحفها نحو انابيب الضخ وخزانات مجاورة لا سيما في الساعات الاخيرة من الليل وهو امر دفع بموظفي مصفات عدن وسكان منطقة البريقة العمل جنبا الى جنب مع فريق الاطفاء في وضع حد لتوسع النيران رغم قلة عربات الاطفاء فيما غضت اعمدة الدخان سماء مدينة عدن لليوم الثالث على التوالي وهنا وبعد يوم من العمل المتواصل لفريق الدفاع المدني والسكان اخمدت النيران في هذه الانابيب الممتدة من محطة تفريغ الوقود الى وحدة تكرير النفط الخام وبحسب القائمين على مصفات عدن فان النيران ستستكمل مهمتها في التهام هذا الصهريج الذي يحتوي على نسبة قليلة من النفط الخام وفي المقابل سعى فريق الدفاع والسلامة في المصفاه الى اتخاذ اجراءات احترازية للحيلولة من وصول النيران القريبة الى الخزان المجاور رغم الجهود المبذولة من فريق الدفاع المدني وسكان منطقة البريقة في اخماد هذه النيران التي اشعلها الحثيون وقوات صالح نتيجة قصفهم خزانات مصفات عدن تواصل النيران التهام هذه الصاريج وسط مخاوف من توسعها الى المقر الرئيسي لشركة فواز منصر سكاي نيوز عربية عدن ترجمة نانسي قنقر